تتواصل التحقيقات مع قياديين من حركة النهضة التونسية بخصوص قضية تسفير متطرفين إلى بؤر التوتر مثل ليبيا وسوريا ويستدعى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم للمرة الثانية لإكمال التحقيقات بخصوص ملف التسفير لليوم الثاني على التوالي استمرت تحركات مكثفة أمام ثكنة الوحدة الوطنية التونسية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الدور الآن على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بعد أن تم التحفظ على نائبه علي العريض تمهيدا لتحويل ملفه من الجهة الأمنية إلى الجهة القضائية المتخصصة في قضايا الإرهاب أعتقد أن قرار النيابة العمومية بإيقاف رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية السابق والرجل الثاني في حركة النهضة هو إذن بجدية الأبحاث القضائية في هذه المرة في قضية التسفير التي في اعتقادي هي الصندوق الأسود للتداعيات من القضايا الأخرى أنا في اعتقادي هذه هي المفتاح في القضايا الأخرى سواء المتعلقة منها بالجهاز السري أو بقضية ما عرف بأنستالينغو وتتواصل التداعيات السياسية لاستدعاء الغنوش ونائبه العريض على حركة النهضة والمشهد السياسي التونسي بشكل عام ذمن سياق المحاسبة على العشرية الماضية بحسب مراقبين اليوم الشعب التونسي حاسم تقريبا في هذه الحركة وفي قياداتها على المستوى السياسي لأنها فشلت سياسيا على المستوى الأمني لأنها ساهمت في تعقل الأجواء الأمنية في البلاد تيلة العشرية السابقة وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخياراتها التي كانت فاشلة على كل المستويات وكانت النائبة السابقة وعضو لجنة البرلمانية للتحقيق في ملف التسفير إلى بؤر التوتري فاطمة المسدي قد تقدمت بشكاية إلى المحاكم المختصة تتهم فيها قيادين من النهضة ومسؤولين أمنيين كبارا ورجال دين بالتورط في تسفير متطرفين إلى بؤر التوتري مثل ليبيا وسوريا تحويل ملف القيادين في حركة النهضة علي العريض إلى الجهة القضائية المختصة يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة في خصوص المآلات القضائية لملفات شبهات الإرهاب الأخرى مآلات من شأنها تغيير وجه المشهد السياسي جذريا في تونس بحسب مراقبين سيف الدين العامري سكاينيوز عربية تونس موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى معنا من تونس الوزير السابق والقيادي في حركة الشعب محمد لمسليني سيد محمد مرحبا بك معنا في النافذة المغاربية كمتابع كيف يبدو سير التحقيقات في ملف التسفير أولا أشكرك على الاستضافة على الحديث في هذا الملف الهام طبعا الوضعية تعود إلى السنوات 2013-2013 أساسا بعد عقد ما يسمى بمتمرز دقا سوريا وكان فيه دعوات في الإقليم من أجل ما يسمى بالجهاد في سوريا وتحركت مكينة الإخوان المسلمين وكل شيوخ أو أئمة المساجد في تونس وكل الجمعيات المحسوبة من أجل إرسال شباب دون علم أهله في أكثر الحالات وبأوراق مزورة وبأوراق هوية وجوازات سفر مزورة في كثير من الحالات للقتال في سوريا باسم الجهاد ونصرة المسلمين طبعا تورط في هذه العملية رجال أعمال ورجال دين ورجال سياسة حينما كان سيد عيل عريض نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية والآن الملف يعرض إن شاء الله قدن على القضاء لكل الأشخاص الموقفين والمعنيين لحد الآن في هذه القضية ليس عيل عريض فقط بل حتى حبيب اللوز ومحمد فريخة وكثير من الأسماء الأخرى من الكوادر الأمنية التي كانت حينها مسؤولة على هذا الملف ستعرضا على القطب القضائي لمقامة الإرهاب لأخذ مسارها القضائي من خلال التحقيقات الجارية هل يبدو لعريض الغنوشي وقيادات أخرى هل يبدو أنهم سيفلتون هذه المرة من هذه القضية يا سيدنا لا أعتقد أنهم سيفلتون هذه المرة من هذه القضية من القضايا الإرهاب ومن قضايا تحميله مسؤولية العشرية السوداء لابد أن يحاكموا على كل من ارتكبت يداه جرما يجب أن يحاكم في هذه البلاد وفي كل بلاد خاصة عندما يتعلق الأمر بتسفير شباب دون العشرين دون الثمنتاشر سنة مغرر بهم وبأوراق ووثائق مزورة وبتمويل مالي مشبوه لذلك أعتقد أن الثيقة التي ستنالها الجهات القضائية والأمنية في تونس من طرف الشعب التونسي ستكون مرتبطة أساسا بمدى تقدموا في محاسبة كل الذين أجرموا من النهضة أو من غير النهضة ولكن الواضح في الصورة الآن أن في طائر الترابط لتنظيم الأخوة المسلمين في الإقليم هذا كان دور تونس في تلك المرحلة وقياداتها في تونس تلك المرحلة القيام بهذه العملية مع تدفق طبعا أموال مشبوهة بشكل معروف عند كل الأطراف طبعا إضافة للتزوير والتلاعب بمؤسسات الدولة النهضة تعتبر أن ما يجري لزعيمها ولبعض قياداتها يدخل في إطار الكيدية السياسية هل بالفعل ما يحصل هو تنكيل بالخصوم كما تزعم النهضة؟ هذا مغاجرة شعار سياسي للتعبية الداخلية الأكثر ولا أقل ولا أعتقد أن النهضة قادرة أن تقنع الشارع بأن الرئيس قيس سعيد يمكن أن يعطي أوامر للقضاء للقيام بهذه العملية العلاقة بين القضاء والرئيس ليست على أحسن ما يرام حتى يكون القضاء منفذا لأوامر رئاسية دونها هذه القضية رفعتها نائبة معروفة سيدة فاطمة المسدي ومجموعات أخرى هناك قضايا أخرى أيضا مازالت مرفوعة فيما يتعلق بالعمليات الارهابية التي حصلت في تونس فيما يتعلق بتمويل حركة النهضة هذه كلها مازالت قضايا مرفوعة سينظر فيها القضاء وأعتقد أن محاولة تسييس هذه القضية وقضايا أخرى كثيرا هذا أسلوب نهضة ومعروف ثانيا هي محاولة للتعبية القواعد الداخلية لاستغلال هذا الوضع من أجل مزيز تشنش الأوضاع إن نستطيع إلى ذلك سبيلا ولكن أيضا الحركة تقول بأن ما يحدث من تحقيقات بهذا الشكل تأتي لإلهاء التونسيين على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد هل السلطات التونسية بحاجة لمثل هذه الشمعة برأيك؟ لا أعتقد ذلك صحيح هناك صعوبات هذا لا أحد ينكرها نتيش الوضع الدولي ونتيش الوضع الداخلي لا أعتقد أن الرئيس كان يمكن له أن يعتقلهم منذ 25 جوليا 2021 كان يمكن له أن يقوم بهذه العملية وهو في أوج قوت العملية التصعيحية لا أعتقد أن الرئيس اليوم في حاجة إلى مثل هذه لا أعتقد أن السلطة تنفيذية بشكل عام في حاجة إلى مثل هذه الأشياء من أجل التغطي على أي شيء لأنها لا تستطيع أن تغطي حتى لو استطاع حتى لو حاولت لأنه الأوضاع الاقتصادية صعبة هناك ارتفاع معروف الأسعار ليس في تونس فقط في العالم كله وتونس يمكن المسألة زائدة حبتين لأن الوضع الداخلي غير محبك لذلك هذه كلها شعارات سياسوية تحاول بعض الأطراب السياسية ترسيخها طبعا من أجل الإفلات من المحاسبة في حال الإدانة الجنائية أستاذ محمد ما السيناريوهات المتوقعة برأيك؟ المفروض أنه طبعا هذه مسألة قضائية القضاء معروف تم أحكام تصل إلى السجن تم أحكام تصل إلى يمكن حتى الاعدام في الحالات هذه ولكن طبعا هذه القضاء سيكيف الجرائم مع الأحكام ويطلق أحكامه ما يعنيناه أن يكون هناك محاسبة وإدانة صريحة لكل من تورط في هذه العملية فيما يتعلق بتسفير شباب بري إلى مواقع التوتر سواء كان في سوريا أو في ليبيا ونحن ندرك جيدا أننا كنا في تونس تضررنا من هذا التسفير نتيجة الجماعات الإرهابية التي قامت بأعمال إرهابية في تونس ضد المواطنين ضد المناظلين ضد القوات الأمنية وقات الجيش والجماعات التي أرادت أن تحتل من دينة بن جردان وصارت مواجهات مع القوات الأمنية والقضية المعروفة لذلك أعتقد أن كل من أجرمها بشكل مباشر أو غير مباشر في حق هذا الشعب عليه أن يحاسب ويدفع ثمن ذلك من حريته وأيضا من تاريخه لأن الفرق بين السياسة والإرهاب أن السياسي لا يخون بلده أما الإرهاب يتعامل مع كل الأطراف وهو يخون وطنه ويخون مباديه ولا مبادي له على الأطلاق هذا عبارة عن مرسينار يقبض فلوس من أجل أن يقاتل لصالح طرف معين عندما يحول هذا الملف للجهات القضائية المهتمة بالإرهاب هذا يعني أنه سيكيف هذه الأحكام إذا ما ثبتت في إطار أمني لا طبعا نحن عدنا قانون الإرهاب هذا معروف من زمان من قبل تقريبا من 2009 أو أكثر كما قانون متعلق بالإرهاب وهناك أيضا تقلحات دخلت هذا القانون وصادقة حتى لحركة النهضة عندما كانت في الحكم وكانت في البرلمان هناك قطب قضائي متعلق بالعمليات الإرهابية كما هناك قطب قضائي متعلق بالجرائم المالية حتى تستطيع أن نسرع في هذه الجرائم الخطيرة ولكن هذا الأقطاب تشرف عليها جهات قضائية مستقلة لها الحرية في إصدار الأحكام وفق القوانين الموجودة لا دخل للأمن دوره الوحيد هو كضابطة عدلية الدور الوحيد هو الاستنتاق الأولي ثم مساعدة القضاء على القيام بمهامه لا يتدخل في المسائل الأحكام والقضائية التي تصدر عن هذه الأقطاب وهي أقطاب قضائية صرفة إلى أين ستضع حركة النهضة كل هذه التحقيقات سيد محمد بالنظر إلى أننا نحن مقبلين على موعد سياسي مهم في البلاد نحن نتحدث عن الانتخابات إلى أين تتجه الأمور في ما يتعلق بعزل حركة النهضة كما يتحدث البعض هو الحقيقة حركة النهضة عزلت شعبيا لسنا في حاجة إلى أحكام قضائية لعزلها لأنها عزلت شعبيا وأعتقد أن الصراع داخلها الآن حول المشاركة في الانتخابات من عدمها هل المشاركة في الانتخابات أو الخروج من المجهد السياسي لمدة طويلة لأن المراهنة على تغيير النظام الحالي مسألة تقريبا خيالية شوية في البلد الآن هناك ما يشبه الاستقرار المستقبل رغم العزوف السياسي الحاصل ولكن ما زال هناك التفاف شعبي رغم كل هذه المصعب الاقتصادية ما زال هناك التفاف شعبي حول الرئيس وأعتقد أنه حتى عمليات صبر الأراء التي تحصل الآن تعطي للرئيس نسبة عالية من الثيقة لذلك أعتقد أن حركة النهضة قبل أن تعزل قضائيا إذا حصلت أحكام فأنها معزولة الآن شعبيا وتحولت إلى مجموعات صغيرة لن يكون لها دور كبير في المشهد السياسي هذا لا يعني أنها ستزول هذا من طبيعة الإسلام السياسي أنها يتلون كالحرباء هي لن تزول ولكن ستكون مجموعة صغيرة لا تأثير لها في المشهد السياسي وقد رأينا طيلة المرحلة السابقة منذ 25 جولي وهو المكون الأساسي أو الوحيد تقريبا لكل التحركات التي حصلت هذه التحركات كانت متوسطة فضعيفة فما لم تستطع أن تجيش حولها أكثر من الناس المريدين حولها لا أكثر ولا أقل شكرا جزيلا لك أستاذ محمد المسليني الوزير السابق والقياد في حركة الشعب من تونس ترجمة نانسي قنقر